بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة نتطرق إلى موضوع جدا خطير ومهم بنفس الوقت وهو حصول بعض الإرهابيين والقتل على تقاعد من دوائر الدولة حيث ثبت لدينا وخاصة في محافظة بابل هناك الكثير من الإرهابيين حصلوا على تقاعد للأسف الشديد بعد التلاعب والتزوير بأوراق تعود إليهم ونتطرق إلى بعض هذه الجوانب التي قاموا بها هؤلاء الإرهابيين اللي عددهم خمسة وحصلوا على التقاعد طبعا قاموا بجرائم فضيعة وكبيرة في محافظة بابل وباقي المحافظات من الجرائم التي ارتكبوها هؤلاء القتلة يعني وحقيقة من الجرائم أن يكون هؤلاء هم ضحايا ويعتبرون ضحايا ويستلمون تقاعد نعم تم إيقاف تقاعدهم قبل أن تطرق إلى الجرائم التي قاموا بها وهذه أوراق التوقفات الإيقاف الراتب التقاعد من قبل مؤسسة الشهداء مشكورين وكذلك الجهات الأمنية لكن بعد أن مضى عليهم أكثر من عشر سنوات باستلام الراتب التقاعد هؤلاء قاموا بجرائم متعددة وشهادة الوفاء صدرت من مستشفى الفلوجة بتزوير الأطباء وأحد الأطباء هو كذلك من الإرهابيين تبين بعد ذلك للأسف الشديد طبعا العمليات اللي قاموا بها هذه المجموعة هم بعد هروبهم من محافظة بابل إلى محافظة الأنبار وقتلهم الكثير من الناس الأبرياء العمليات الأرهابية اللي قاموا بها هو تفجير ثماني عجلات مفخخة في ناحية جبلة محافظة بابل استهدفت الأسواق الشعبية والجوامع طبعا والحسينيات بسنة 2004 و2005 و2006 و2007 استشهد عدد كثير وكبير من المواطنين وما زال بعضهم لغاية الآن يعاني نتيجة الجروح اللي أصابها وكذلك العاهات التفجير عجلتين مفخختين استهدفت الحسينيات والجوامع في منطقة الحصوى شمال محافظة بابل سنة 2006 و2007 وكذلك استشهد فيها الكثير تفجير عجلتين استهدفت محافظة كربلاء خلال الزيارة الأربعينية عام 2010 التي أدت إلى استشهاد الكثير من زوار الإمام الحسين عليه السلام طبعا بعد منتهت الموضوع هؤلاء الإرهابين اللي يستلمون راتب تقاعد راح أكمل لكمش قاموا من أعمال في محافظة بابل وباقي المحافظات وتم حصولهم على التقاعد نتيجة التزوير والتلاعب في مستشفى الفلوجة تفجير بنفس الوقت تفجير عجلتين مفخختين في قضاء الصويرة محافظة واسط وعجلة في محافظة الواسط محافظة واسط نعم 2010 و2011 عملية اغتيال السيد كاظم علي الحسيني أدت إلى استشهاده مع ثلاثة من أفراد عائلته عملية اغتيال الأستاذ خليل الحميري مدير ناحية جبلة عملية اغتيال الدكتور علي فليح السلطاني كذلك في ناحية جبلة عملية خطف وقتل أولاد الحاج مدلول في ناحية جبلة وكذلك قتل عملية اغتيال المقدم سلمان عبد كذلك مدير شرطة ناحية جبلة هذا جرام اللي قاموا بها وبعد عملية اغتيال الشهيد السيد هيثم الحسيني هؤلاء كذلك قاموا بعملية الاغتيال وسنة 2009 عملية اغتيال الرائد على الراك الحسيني كذلك هؤلاء تفجير عبو ناسف استشهدت من خلالها الرائد جبار الفتلاوي تفجير عجلة مفخخة استهدفت الزوار الإيرانيين والعراقين في مطعم الأنوار على الشوملي على السريع الدولي بعد القاء القبض طبعا الجرائم كثيرة إذا عدتها يأخذ الوقت كله من عندي بخصوص الجرائم اللي ارتكبتها هذه الزمرة الضالة في محافظة بابل وباقي المحافظات والجريم أنهم يستلمون راتب تقاعدي هؤلاء منهم أكثر من خمسين واحد تقريبا في محافظة بابل سبق وأن ظهرت هناك قاعدة البيانات في محافظة الأنبار أكثر من 11 ألف قام باستلام كذلك الراتب التقاعدية وهم لديهم كذلك عمليات انتحارية وعمليات قاموا بها أرهابيضة هذا البلد كيف تم عبور هؤلاء وكيف تم إدخالهم إلى قاعدة البيانات وكيف تم إصدار إجازة شهادة الوفاء لهم هذه المراحل وغيرها وين كانت عنها الجهات المعنية والجهات الأمنية وغيرهم ويستمر بالراتب لمدة 10 سنوات وبعد ذلك تم كشفه حقيقة تم اتخاذ كافة الإجراءات ومستمرين في عملية المتابعة والملاحقة كذلك وندعو كافة الجهات المعنية والسيد رئيس الوزراء إلى إعادة التدقيق بكل شهادات الوفاء التي صدرت من المستشفيات التي عليها علامة استفهام وشوائب في هذا الموضوع منح الشهادة وفاء بشكل مزور وقالوا هؤلاء الارهابين قد تعرضوا إلى عمليات مسلحة وهم بالأساس انتحارين طبعا بعضهم بدون جثث تم أعطاهم شهادة وفاء بدون جثث هذا الملف كبير وخطير جدا لا نتوقف حقيقة في هذا الموضوع إنما سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومتابعة وملاحقة كافة الملفات السابقة يجب فتحها لغرض محاسبة المقصرين وبنفس الوقت استرداد حقوق الشهداء الشهداء بعضهم الحد لا لم يستلم حقوق التقاعدية والارهاب يستلم حقوق التقاعدية أي عدالة؟ أي انصاف؟ أين السنوات السابقة؟ أين كانت الحكومة عن هؤلاء حتى يمضي عليهم عشر سنوات باستلام الرواتب التقاعدية؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته